استقبل وزير الخارجية سمح شكري مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية في تشكيله الجديد برئاسة وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على التفاعل مع مراكز الفكر والأبحاث وتوسيع دائرة التشاور وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا السياسية الخارجية المصرية وتناول اللقاء علاقات مصر مع شركائها الاستراتيجيين والأوضاع على الساحة الإفريقية وقضية سد النهضة والعلاقات مع دول الحجوار الجغرافي للإقليم العربي فضلا عن دور الدبلوماسية المصرية وأدوات الدبلوماسية العامة في دعم أهداف الدولة المصرية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية